السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلاغ للحكومة بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع وعلى إثر تزايد البؤر الوبائية بعمالة الدار البيضاء وبالنظر لما تقتضيه الضرورة الصحية الملحة فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الاثنين سابع شتنبر الجاري على الساعة الثانية عشر زوالا اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بتراب عمالة الدار البيضاء وفق المحددات التالية إغلاق جميع منافذ عمالة الدار البيضاء وإخضاع التنقل وإليها الرخصة الاستثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية إغلاق جميع المؤسسات التعليمية من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي واعتماد صيغة التعلم عن بعد ابتداء من يوم الاثنين سابع شتنبر الجاري إغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة زوالا إغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا إقرار حظر التنقل الليلي بجميع أرجاء تراب العمالة من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا مع السماح بالتنقل للأطر الصحية والأمنية والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة وقطاع نقل السلع والبضائع شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي ووجب التأكيد على أنه يستمر العمل بهذه التدابير طيلة 14 يوما المقبلة مع إخداع الوضعية الوبائية بالمدينة للتقييم الدقيق ومستمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وتهيبوا الحكومة بالمواطنات والمواطنين التقييد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية وبالتدابير والإجراءات الاحترازية المعلن عنها لا سيما إجبارية ارتداء الكمامات الوقائية والتزام قواعد النظافة العامة واحترام التباعد الجسدي في الأماكن العمومية شكرا على المتابعة إلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله